السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذكرون عطور سدرة؟ هذي لأكثر اثنين كانوا عجبين وتكلمت عنهم في الستوري وسويت حتى ببوست مراجعة كاملة عنهم لكن اليوم جاي أتكلم عن عطر خاص في نسخة طيب الحزم لهذه السنة حصري حق دولة قطر يعني هذا لو دخلت الموقع ما بتلقاه لازم تروح المعرض عشان تشوفه هذا العطر اللي يسلمكم اسم على مسمى اسمه صحارة صحارة اللي يسلمكم مثل ما تشوفون من اللون فالعطر دمج ما بين الطابع الشرقي والطابع خلني أقول العالمي العطر بشكل عام أشوفه صنوبري على سويت العطر يمكن يرتكز على ثلاث مكونات أساسية ألا وهي جريد النخل أو السعف النخل احنا نسميه مع الصندل مع التمر لكن المكونات المستخدمة تعطي تدرج في الريحة ففتتحية العطر أجيكم بمزيج ما بين التمر مثل ما ذكرت والبرغاموت مع مكون ثاني اللي هو جريد النخل أو سعف النخيل وقلب العطر يجيكم بلمسة زهرية من زنبق الوادي ودخول اليسمين وكذلك عرق السوس أنا عادة ما أحب ريحة عرق السوس بحالة لكن في العطور إذا تم مزجه مع مكونات بشكل جميل فتعجبني الريحة هنا الحمد لله جاية بشكل حلو قاعدة العطر فيها أربع مكونات أحبها ألا وهي العنبر والمسك والصندل والتونكابين التونكابين أو حبوب التونكا عادة تجيكم بلمسة سويت كذا كأنها ريحة البانيليا ولكن ما هي حادة تدخل بلمسات خشبية فعشان شي قلت لكم عطر صنوبري باستخدام الصنوبر الصنوبر كذلك موجود في العطر فريحة صنوبرية خشبية على السويت مع لمسات تابلية لها ما تكون واضحة وعطر صراحة فوحانة ممتاز وثباتها ممتاز أنا نسألت عنها بعد ساعات من استخدامها لأني استخدمتها يوم الأثنين في الدوام فعطر جميل صراحة أتمنى أنكم تجربونا وتعطوني راكم فيه إذا حصلت فرصة عطر صحارة من سدرة أصف على اللي طالح وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله